قفزة كبيرة في أعداد الإصابات تشهدها ليبيا السبت بتسجيلها أعلى إحصائية يومية منذ دخول فيروس كورونا أراضيها ناقوس الخطر دق فعليا بتسجيل 71 إصابة جديدة في يوم واحد 18 منها جديدة و 52 حالة لمخالطين وحالة واحدة لعائد من السفر وفي هذه الإحصائية الكبيرة وغير المسبوقة كان ليسبها منها حصة الأسد بتسجيلها لوحدها 42 حالة تأليها مدينة طارابلس في المرتبة الثانية بتسجيل 20 حالة أما مصرات فقد كان لها من إجمالية العدد خمس حالات والقلعة بثلاث حالات وحالة واحدة في زليتن الوضع يدع للقلق فالأعداد في تزايد مستمر وإن تراجعت فالنسبة تكاد لا تذكر ومع ذلك فتصريحات كثيرة تلمح إلى أن هذه الأعداد وإن كانت كبيرة فهي لا تعبر عن الوضع الوبائي الحقيقي في ليبيا لأن أعداد الفحوصات اليومية التي تجرى غير كبيرة وما زالت محتشمة وهو ما سبق وصرح به المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار خاصة عن مدينة سبها حين قال لو أن أعداد العينات اليومية تصل إلى 300 بالمدينة لسجلنا يومياً 100 حالة إصابة وبهذه الإحصائية الثقيلة التي سجلت السبت يكون إجمالي الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا 989 منها 704 حالات نشطة أما المتعافون فقد بلغ عددهم 258 بعد تسجيل 28 حالة شفاء جديدة السبت والوفيات 27 فهل خرج الوضع عن السيطرة وأصبح من الصعب التحكم فيه خاصة في ظل النقص الكبير في الإمكانيات اللازمة والضرورية لمجبهة هذا الفيروس في أغلب المراكز والمستشفيات على مستوى ليبيا وهل أصبح الرهان اليوم أكثر من أي وقت مضى على وعي المواطن ومدى التزامه بالإجراءات والإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس اشتركوا في القناة